المؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية المؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية والذي يقام على مدار يومين بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ساعدنا طبعا بقيام جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بعاقد هذا الملتقى الهام اللي يبحث موضوع الصحة النفسية داخل بيئة العمل الصحة النفسية داخل بيئة العمل لها علاقة وثيقة بالانتاجية فالحقيقة تفخر البحرين اليوم في هذا الملتقى بأن تجربتها تناقش على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي هذا المؤتمر سيقدم أوراق عمل متنوعة في مجال الصحة النفسية والموارد البشرية تستهدف عدد كبير من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية منها والخاصة حيث سيتطرق المتحدثون إلى العديد من التجارب والممارسات الناجحة لبناء استراتيجيات موجهة لذات الأفراد واستراتيجيات موجهة لذات المؤسسات في هذا المجال اليوم صلتنا الضوء على الصحة النفسية في بيئة العمل لأهميتها اليوم موضوع الصحة النفسية أصبح موضوع عالمي يتداول ويناقش حلوله فالسبب الذي نظمنا فيه المؤتمر لتوعية أصحاب العمال وأيضا بالتحديد موظفين ومدراء موارد البشرية إلى أهمية الصحة النفسية في بيئة العمل وكيف نتجاوز هذا الموضوع لا نستطيع الحصول على الصحة من غير الصحة النفسية حتى تعريف الصحة بين طياته أكد على أهمية الصحة النفسية ونحن اليوم في هذا المؤتمر كمثال على أهمية الصحة النفسية في أماكن العمل نؤكد على عدة خطوات أساسية لصناع القرار كما يركز المؤتمر أيضا على أهمية جعل الصحة النفسية من أولويات الخطط الاستراتيجية مع الاهتمام بالجوانب التدريبية للموظفين لتوفير بيئة عمل ملائمة من خلال جملة من التوصيات سيخرج بها المؤتمر ليدعم من خلالها أداء المؤسسات العامة ويطري خطط وبرامج المسؤولين عن قطاع التدريب والموارد البشرية بشكل خاص أوراق عمل متنوعة سلطت الضوعة لأبرز وأفضل الممارسات والتجارب في مجال الصحة النفسية في بيئة العمل بهدف تعزيز التوعية بقضايا الصحة النفسية ودورها في إيجاد بيئة مهنية صحية تدعم احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات خلالي جرانيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر